وناتي إلى الحالة الرابعة من حالات حف عامل المفعول المطلق وهذه الحالة تختلف عن سابقتها فهناك مصادر أو مفعول مطلق سمعت عن العرب بنفس الشكل وعاملها محذوف وجوبا أي وردت عن العرب بنفس الشكل وأصبحت مثل الأمثال على ألسنة الناس بدون أن يذكر لها عامل في مثل قولنا سبحان الله معاذ الله حمدا وشكرا لا كفرا سمعا وطاعة صبرا لا جزعا حجرا محجورا لبيك وسعديك حنانيك ودواليك وعجبا فهذه كلها مصادر وإعرابها مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا وهي سمعت عن العرب بهذا الشكل بدون عامل وتقدير المفعول المطلق في الأول سبحان الله أي أنزه الله عن أي نكس ومعاذ الله أي أعوذ بالله أو أستعيذ بالله وحمدا وشكرا لا كفرا أي أحمده حمدا وأشكره شكرا ولا أكفره كفرا سمعا وطاعة أي أسمع سمعا وأطيع طاعة وصبرا لا جزعا أي أصبر ولا أجزع أصبر صبرا ولا أجزع جزعا وحجرا محجورا ولبيك وسعديك بنفس الشك لبيك وسعديك هذه وحنانيك ودواليك هذه مفاعيل مطلقة وردت مثناه ولكن هي لا تعني أنها مثناه على وجه الحقيقة ولكن مجازا لأن التقدير لبيك أي تلبية بعد تلبية وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد وحنانيك أي تحنن بعد تحنن ودواليك أي مداولة بعد مداولة وعجبا أي أعجب وهذه كلها مصادر وردت بهذا الشك بدون عامل ترجمة نانسي قنقر